منشور الناقد على موقع فيسبوك كان سيكلفها حياتها الناشطة العراقية والأستاذة الجامعية حميد السعيدي نجت بأعجوبة بعد تفجير بعبوة استهدف سيارتها في حي سومر وسط الناصرية بمحافظة ذيقار حيث كان الموت على بعد خطوات منها لتعم أجواء الدمار والرعب منزل السعيدي وعائلتها غسان السعيدي زوج الناشطة حميد السعيدي كان شاهدا على تفاصيل الهجوم ليروي ما حدث محملا السلطات الحكومية مسؤولية ما يتعرض له أهالي الناصرية بس نزعت القميص حصل انفجارها العبالي أنا شي حصل نزلت لقيت الباب العبوة صوتية أو بام بامة ما تسمونها جوال سراء حاطينها جوال كيشن مال سايق وتفلشت ساوي تشينك والباب وعب الأطفال والحاج يعدنا فيها جلطة وضغط وسكر والأطفال وضعنا الحالة النفسية ويعني هذا كله بسبب ضعف الأجهزة الأمنية والجهد الاستخباراتي أما حميد السعيدي المستهدفة بالهجوم فقد وجهت رسالة إلى الجهات السياسية التي لا تريد أن تسمع أي صوت مناهض لفسادها ليش هاي حدث منا نسويه طبعا احنا ما نعرف أكيد هي جهة سياسية عدها ميليشيات معينة خلت هذا الشي واستهدفت لي كان السبب شنو منشور أعتقد غير إحنا بدولة ديمقراطية تمنح الحرية المواطن تمنح حرية الرأي كل إنسان عبر على الرأي بالطريقة اللي يتعجبه ليش الجهات السياسية أو الأحزاب ضرر أو تنسعد من هذا الشي منشور شرطة العصر الساعة الأربعة باللي صار من انفجار ورغم أن كاميرات المراقبة رصدت قيام سائق دراجة النارية بوضع عبوة في سيارة السعيدي قبل أن يلوذ بالفرار لكن رصد منفذي الهجمات بحق الناشطين والمعارضين عبر الكاميرات غير كاف دون محاسبة المتورطين في اغتيال العشرات منهم يؤكد سكان الناصرية حيث لا يزال القتلة أحرارا ومحمين